تنعرفو ان بزاف دلي الفارمو بزاف ديال الضيعات الفلاحية كيخدمو فيها العيالات والابنات وكاينين اللي عازيبات وكاينين اللي مزوجات وكاينين حتى اللي مطلطات وتنعرفو وتنعلمو علم اليقين بلي كاينين بزاف ديال الرجال اللي كيكونوا الشفان والكبرانات كيبغاو يتدو على العيالات وكيبغيو يديروا معهم دون موجب شرعي وخارج نتاق الزواج وهذا الاستغلال للأسف الشديد كاين مهما نخبيه وغادي نلقوا انه كاين في المجتمع ديالنا من غير الضيعات كاين حتى في مجموعة من القطاعات الأخرى والله هذه ما خلق اليوم الصباح شدراري كايتمشى وغادي يلقوا واحد الجده ديال بنت مقتولة ومجبوحة ومطايحة في جنب الطريق هات الشباب غادي تصلوا بالبوليس البوليس غادي يعلموا السيد الوكيل العام لجلالة المليك لدى المحكمة لاستعناف المختصة قانونيا وثرابيا وهنا غادي يعطيهم التعليمات لانتقال على المكان ويجراء المعاينة وإخباره بالمستجدات وهات الشي اللي كاين البوليس وصلوا للمنطقة المنطقة ديال الجاري ما داروا المعاينة ديالهم لقوا شابه منتصف العمر في العشرينات مقتولة ومجبوحة سولوا الشباب اللي يعلموا وقالوا لهم حنا كنا غير كان تمشوا بانتلينة جتة ديال البنت واتصلنا نعلموا هات الشي اللي كاين يمشوا معاهم وداروا محضار ديالهم وخرجوا على اسلامتهم ما شافوا ما راوا هذا تصريحهم فاشتم تحديد هوية الفتاة المقتولة والبنت المقتولة واللي لقوا هاسميتها السعدية وعندها خمسة وعشرين سانة في العمر ديالها وعازيبة تصل الوالديها ومشوا عندهم سولوهم وقالوا لهم باللي بنتنا غبرات لبارح ومرها كانت تكلس على برا إلا في مرات نادرة كاتمشي عند واحد صاحب ديالها وباللي هي كاتخدم في واحد ضيعة فلاحية قريبة من الدار وفي الدوار الاخر هنا غادي تم انتقال ديال العناصر الشرطة القضائية اللي فرما اللي قالت ليهم وغادي وصلوت غادي ديروا البحث ديالهم مع العاملات ومع صاحبتها ومع الكابران وكل شي غادي نقول ان الاخلاق ديال اللي بنت زوينه وانها بنت خدامه ومعقوله وغادي شهدو حتى الكابران انه هو رجل مزيان ومتق الله غادي دياله غادي دياله جياله ولا جديد في القضية واحد نهار واحد سيد غادي بقي يجي لكميشيرية كل نهار ويخرج حتى الواحد لنهار غادي قشعوا واحد لبوليسي ديما غادي جاي غادي يقول لي أنا بغيت نشوف الكوميسير دخلوا عند الكوميسير دخلوا عنده قال لي السيد الكوميسير لفتاة اللي مقتلها راقت لها فلان بن فلان اللي خدام في الفيرما اللي خدامه فيها وبالفعل غادي ينتقل عناصر الشرطة القضائية على وجه السرعة الفيرما وغادي يجريوا البحثة لهم اللون مع العاملات الفلاحيات وهنا بداوا الحقائق كي يبانوا على الكابران وبدا تتبع الحقيقة وتيقولوا شاهدوا عكس ما قالوا في الأول وغادي يعرفوا أن الكابران فعلا كيتحرش بالنساء وبالعيالات والخدامات اللي خدامين تموا كي يبغي يستغلهم وأحيانا كي للتهديد من بعد ما كي يستنف جميع الوسائل الحبية والإغراءات وبالفعل غادي يشهدوا أن السادية المرحومة كان الكابران كي يدور بها كل نهار كل يوم كل ساعة كل دقيقة كل شهر وأنها امتنعت بنفسها عن نفسه وأنه هو قاكي يهددها وبالفعل غادي يدوزوا عند الكابران غادي يزيروا واحد شوية وغادي ينكر وانتقلوا معها البرتوش ديال ثم غادي يلقوا أداة الجريمة اللي هي جنوية وغادي يلقوا الكروسة ما زال فيها الدم اللي تنتقلت بها الجدة من مصرح الجريمة إلى المكان اللي تلقت فيه غادي يحاول انكر ولكن كل المعلومات وكل أدلة وكل حجاج البراهين كي نضدوا خاصة وأن الزوجة ديالو شهدات أنه ما جاش ديك الليلة للدار وصحابوا احتهو مشهدوا أنه ما شفوا لفقه وما قلت سمعوهم ذاك النهار هنا من اللي يزيروه وحصروه غادي اعترفوا غادي يقول لهم أنا ذاك النهار خليتها حتى خرجت وققت بوحدها وققت مرة صدرت فقط إذا كانت قنات وقلت لي انا وصلك ورفيع لان نذكر بات معايا وديت هالبروتوش تحت تهديد وفاش استغليدها وبدت تتغوت وما بغاتش سكتوه وقلت ليه أغادي نمشي الجريمة قدام الناس وصل استهجان وصافراته وهنا غادي تم تقديم ديالو بعد تحرير المحاضر للسيد الوكي اللي عمل جلالة لمالك دال ذا المحكمة الاستئنافيا مختصة وبالدور ديالو غادي اعلن الاعتقال ديالو ويحالته على السيد قاضي التحقيق وملي غادي دوزو جلسات قضاء التحقيق غادي تمي حالته علم حكامة لميلاف راجامها من المحكامة وتمي مناقشة الأدلة والحجاج والبراهين وتم رفع المرافعات وتحجات القضية المداولة وغادي تحكم المجريم بالسجل المؤبد وهنا الله يرحم السعدية ونتمنى القصة تكون فيها عبرة للجميع المفكر المغربي يحييكم ويضرب لكم موعيدا قريبا بإذن الله ويشكركم على حسن الإصغاء والاستيران